الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أعزاء الطلاب ما زال حديثنا عن رؤية الله عز وجل في الآخرة وفي الدنيا موصولا وقد تناولنا الحديث عن رؤية الله عز وجل أي رؤية عباد الله الصالحين والمخلصين من عباده لربهم يوم القيامة والآن نبدأ في إبراز النقطة الثانية وهي رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا هل ثبتت أم لا؟ هل رأى أحد من الخلق سواء كان من الأنبياء والمرسلين أو من غيرهم رأى ربه في الدنيا هذا ما ستنبئ عنه الشرائح التارية إن رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا هي محل اتفاق بين سلف الأمة لقد اتفقوا على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه ولم يثبت أن رأى أحد ربه في الدنيا ولم يتنازع في ذلك إلا أن هناك مسألة صغيرة هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا هل ثبتت أم لا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد إلى ربه صعد إلى السماوات العلاء وفي رحلة الإسراء والمعراج كما تعلمون فهل رأى النبي ربه هذا هو محل الخلاف بين سلف الأمة لكن الرؤية عموما أو رؤية العباد عموما لربهم في الدنيا لم تثبت ومن ثبت أو أثبت شيئا من ذلك فدليله ضعيف الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الرؤية لله عز وجل لم تثبت قوله تبارك رؤية الله في الدنيا لم تثبت قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا هكذا أشار ربنا تبارك وتعالى إلى أن موسى عليه السلام لم يرى ربه وإلا لو كان سيدنا موسى عليه السلام رأى ربه رؤية صحيحة لما خرى ولما أصابه ضعف بل أصابه فرح وسرور وغبطة وما كانت هذه الناحية إلا نعمة ومكرمة عظيمة لا تتيسر لأحد من خلق الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك إذن لو كانت الرؤية هنا حقيقة في الدنيا يعني لو أن أحدا من الخلق رأى ربه حقيقة لما شبه النبي ولما قال هو أمر اعتباري أو فإن لم تكن ترى يعني هذا دلالة على أن الواقع أنه لم يره أحد في الدنيا لكن الحق تبارك وتعالى يرى عبادة لا يشز عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء تأتي مسألة أخرى وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه؟ رأاه حقيقة هذا هو السؤال كلام طويل بين العلماء لم تثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه في الدنيا لم يحدث هذا لا عن النبي أي يعني لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد قول عن صحابي من أصحاب النبي موثوق بقوله ولم يرد أيضا عن أحد من الأئمة المشهورين العظماء المجتهدين في العلم ولما لم يثبت هذا الأمر فإن الأدلة أو الوقائع أو الاستنباطات تؤكد على عكسه تماما فقد ورد عن ابن عباس أنه قال في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى ابن عباس يشرح هذا القول فيقول وأيضا قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ابن عباس رضي الله عنه يقول رآه بفؤاده مرتين إذ لم يراه النبي صلى الله عليه وسلم بعين رأسه كما قال ابن عباس بل رآه بفؤاده وأيضا من الأدلة التي تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه ما ذكرته عائشة رضي الله عنها أنكرت عائشة أن يكون النبي رأى ربه بعين رأسه وقالت لمسروق من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب فقد كذب فقد كذب فقد كذب هذا دلالة من عائشة رضي الله عنها على أن هذا الأمر فيه الدعاء حيث لم يثبت حقيقة أن النبي رأى ربه بعين رأسه أيضا من الأدلة ما ورد عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة وهم كبار الصحابة في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى الضميف رآه هنا هو جبريل عليه السلام أي جبريل رأى ربه لكن محمدا ما رأى ربه بعين رأسه هكذا أدلة عديدة تؤكد أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه والذي يؤيد أنه لم يرى ربه بعينيه في الدنيا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قطعت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كل الطريق على أولئك الذين يدعون هل رأيت ربك يا رسول الله فقال النبي رأيت نورا وفي لفظ نور أنا أراه هذه الرواية هي من أقوى الروايات ومن أقوى الأدلة على أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه إذ لو رأاه النبي لقال نعم رأيت ربي لكنه قال رأيت نورا وفي لفظ يقول نور أنا أراه يعني كيف لي وكيف يتسنى لي أن أراه بعين رأسه كما حكى عثمان بن سعيد الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي حكى اتفاق الصحابة على أنه لم يره بعين رأسه هذا هو إجماع أيضا إجماع السلف أما ما ورد من أقوال كانت توجه آثر ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس عندما يقول لم يره بعينه ولكن رأاه بفؤاده مرتين فجاءت بعض الأقوال وبعض أقوال أن العلم وهي تحور وتحلل قول ابن عباس عنده قال إنه رأاه ليس مناقضا لهذا هناك رواية أخرى عن ابن عباس قال إنه رأاه بينما نحن قلنا منذ قليل إن ابن عباس أكد على أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه فكيف نجمع بينهما؟ نقول ليست هذه الرواية الثانية التي معنا الآن متناقضة أبدا مع الأولى ولا مع قوله رأاه بفؤاده وعلى هذا بنى الإمام أحمد وقال نعم رأاه حقا فإن رؤية الأنبياء حق ولابد ولكن لم يقل أحمد إنه رأاه بعيني رأسه يقضى ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه يعني ابن عباس أكد على أن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل أكد على أن سيدنا بن عباس رضي الله عنه كلامه ليس فيه تناقض صحيح هذه الرواية تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد إن كان قد رأى ربه أي رأاه بفؤاده ولم يره بعين رأسه وأما قول ابن عباس إنه رأاه بفؤاده مرتين فقد كان استنادا إلى قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أي فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب فؤاد النبي فيما رأاه عن ربه ثم قال وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدَرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى الظاهر أنه أي إن هذا المستند فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرء جبريل حيث رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في صورته التي خلق عليها إذن رؤية النبي هنا الثابتة في هاتين الآيتين ليست متجهة إلى رؤية الحق تبارك وتعالى ولكنها متجهة إلى رؤية جبريل وهذا لا خلافة فيه وَمَا وَرَدَا عَنْ إِبْنَ عَبَّاسٍ فإنه لم يقل إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه بل الثابت عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم إما أنه أطلق الرؤية أي رآه مطلقا ليس بعين الرأس وإما نوق يده بالفؤاد إذن لم يثبت في الروايات التي ذكرناها لكم أبدا لا من قريب ولا من بعيد ما يشير أو ما يؤكد أو ما يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بعين رأسه وإن كان قد رآه بفؤاده صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر